تحت رعاية السيد محمد بن إبراهيم الامطوع وزير شؤون مجلس الوزراء دشنت مؤسسة رواق البلقاء للفنون كتاب دلم الحب والسلام للكاتب الدكتور عبد العزيز علي صويلح بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والإعلاميين والمدعوين ويركز الكتاب على ما تمتلكه مملكة البحرين من تاريخ قديم وحضارة عريقة وما قدمته للإنسانية والبشرية من إسهامات تعززها الاكتشافات الأثرية خلال السنوات الأخيرة الخاصة بحضارة دلمون التي أثبتت مدى الحضور المتميز لهذه الحضارة في المسيرة الحضارية الإنسانية من خلال تفاعلها وارتباطها مع الحضارات المجاورة وبهذه المناسبة أشهد السيد محمد بن إبراهيم الامطوع بالجهود المتميزة التي بدأها الكاتب في تأليف هذا الكتاب الذي يعد مرجعا قيما للمكتبة البحرينية ولكل المهتمين بمجالات البحث والتاريخ منوها بما أولاه المؤلف من حرص على اتباع المنهج العلمي في التوثيق وتقديم المادة التاريخية ونوها المطوع إلى أن أهمية الكتاب تكمن في أنه وثيقة علمية رصينة تجسد مكانة مملكة البحرين وعطاءها خلال مسيرة التاريخ والحضارة الإنسانية وما تميزت به من سمات الحب والتعايش بين أفراد مجتمع تلك الحضارة من جانبه توجه الدكتور عبد العزيز الصويلح بخالص الشكر والتقدير لوزير الشؤون مجلس الوزراء على رعايته لحفل تدشين الكتاب وعلى دعمه المتواصل للباحثين والمؤلفين في مختلف فروع العلم مؤكدا أن البحرين تهتم بكل المجالات الثقافية والعلمية وتوفر لها الإمكانات التي تساعدها على القيام بدورها في خدمة مسيرة النهض الشاملة التي تشهدها في ظل قيادتها الحكيمة